سباء المونديال لكن كمان فرق تحترم وعندها قوة وعندها محترفين بشكل كبير بكل تأكيد يعني فعلا الوصول العشر منتخابات زي ما قلنا النتائج أنصفتهم ولكن في بعض الفرق زي طبعا جنوب أفريقيا من الفرق المهمة جدا دايما متواجدة على الساحة الأفريقية بشكل كبير جدا وتنافس بقوة في النهايات حتى داخليا في بطولة أمم أفريقيا أو على صعيد تصفيات كاس العالم على مدار التاريخ بكل تأكيد يعني نتفق معا جدا أننا بنركز ليس لنا يعني تركيز على من الخصم ولكن بنركز على نفسنا بنشتغل على نفسنا بشكل كويس بنحل الأداء في كل المباريات مع كل اللعبين مع كل لعبة بتتلعب لوصول أحسن performance ونصل للتوب فورم أو يحافظ أنه يكون دايما في التوب فورم مع المنتخب الجزائري طيب دي أرقام محمد دي أرقام مشوار منتخب مصر خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم لعبنا ست مباريات طبعا إحنا على رأس المجموعة المركز الأول عدد النقاط 14 نقطة من أصل 18 نقطة فزنا في أربع مباريات تعادلنا مباريتين بدون هزيمة لنا من الأهداف عشر أهداف وعلينا أربع أهداف خلينا أخذ الرقمين اللي في الآخر عشر أهداف من خلال ست مباريات مع مجموعة أعتقد فيها الجابون فيها أنجولا فيها ليبيا تعتقد هذا الرقم المفروض يكون أكبر بشكل أو بآخر؟ طبعا بكل تأكيد كان المفروض يكون أكبر من كده بشكل كبير واستكبال أربع أهداف برضو رقم كبير فهذا بكل تأكيد لأن ده بيوضح وده اللي شفناه على أرض الملعف خصوصا في آخر ثلاث لقاءات عندنا مشكلة في الدفاع آه عندنا مشكلة في الدفاع عدم الانسجام اللي دايماً بتفكرني بمانشستر يونيتد ميجواير وشو دايماً التخبط ما بينهم أو عدم الانسجام ما بينهم بيؤدي لخسائر أو استكبال أهداف عشر أهداف في مجموعة قد تكون يعني مش قوية مش عنيفة زي اللي شفنا في المقارنة بالمجموعات الأخرى الجزار خمسة وعشرين هدف المغرب عشرين هدف في التصفيات مصر عشر أهداف مع وجود لاعبين مهاجمين أقوية جداً يعني بقيمة محمد صلاح صحيح وأيضاً محمد شريف في آخر القيام ده بيدل أن عندنا شوية قصور في النواحي الليجومية رغم وجود عناصر كبيرة عندنا مهاجمين بقادر محمد صلاح محمد شريف بتتكلم على أفشا بتتكلم على حتى مصطفى محمد طبعاً على عمر مرموش فالعدد دو واضح أن فيه خلال شوية في الحتة الليجومية وده بيوضح لنا هو عدم تطبيق الفكرة أو الخطة سواء كانت أربعة اتنين تلاتة واحد بشكل مظبوط أو أربعة تلاتة تلاتة والسوق البوزيشنينج اللي احنا شفناه المتكرر واحنا مش حقل تجارب احنا في مباراة رسمية بنؤمن بلعبتنا عندهم خامة كويسة جداً قد يكون قد نحرز أكثر من عشر أهداف في ظل وجود منتخابات يعني متوضعة مقارنة تنبيق المجميع الأخرى أو المجموعات الأخرى طيب تعالوا نشوف كمان مشوار كروش مع المنتقب المصري أرقام وإحسائيات قال كروش المدير الفني منتخب مصر خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم لعبنا مع كروش أربع مباريات فوزنا في تلاتة اتعدلنا في واحد لا هزيمة لينا من الأهداف ثمان أهداف في أربع مباريات يعني تقريباً هدفين لكل مباراة علينا تلاتة جوال في أربع مباريات ده رقم أعتقد رقم كبير شباك نظيفة مرتين ما زلنا طبعاً لسه عدد المباريات والفترة لديك روش ما نقدرش نحكم عليه بشكل كبير لكن بتدي بتدي يعني انطباع بشكل مؤقت بتتكلم على الحالة الهجومية شايفين خلاص أربع مباريات ثمان أهداف لا بأس لكن كمان الحالة الدفاعية وانت كمان بتلعب مع فرق في قادش شخصي متوسط الفني أو فرق متوسط على المجال الفني وبعدد الأهداف اللي داخل فيه يعتبر كبير عشان كده لازم يكون هناك وقفة لازم نعيد ترتيب أوراقنا بشكل أفضل من كده لازم نؤمن بلعبتنا ونديهم السابورت بشكل أفضل من كده كروش لازم أنا أخشى أخشى أن يستمر في هذه الاستراتيجية لأنه زي ما قلنا وضحنا للسادة المشاهدين إن ده في الهيستري في تاريخ كروش كان بيعمل كده وقدت إلى خسائر كبيرة في لقاءاته السابقة ويعني أبرزهم كان خسارة أو نتيجة كارثية بستة واحد أمام الإكوادور كان محافظة